بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسليين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا وسهلا أعزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات اليوم وصلنا إلى نهاية الفصل الثاني فصل المصفوفات رح نحل اختبار الفصل الثاني سويا لدينا أسئلة متنوعة في الفصل الثاني في اختبار الفصل الثاني إذا كانت مصفوفة عندنا طبعا ما رتبة هذه المصفوفة من يدكم رتبة هذه المصفوفة أحسنتم ممتاز اللي هو ثلاثة صفوف في ثلاثة أعمدة رائع طيب المطلوب ماذا حدد قيمة كل عنصر مما يأتيه A هل نقول 22 A 22 طبعا خطأ أحسنتم ممتاز نقول A 22 ماذا نعني ب 22 الصف الثاني العمود الثاني ممتاز لننطقها A 22 خطأ A 2 صف الثاني طبعا دائما في المصفوفات الرقم الأول للصفوف والرقم الثاني للأعمدة الصف الثاني العمود الثاني نأتي الآن للبحث عن طبعا A بحرف صغير معناتها عنصر من أي مصفوفة لو كان عندي مصفوفات A و B و C أذهب إلى أي مصفوفة أحسنتم للمصفوفة A اللي اسمها A لأنه مكتوب A صغيرة طيب نذهب الآن للبحث عن العنصر A 22 الصف الثاني هذا الصف الثاني العمود الثاني هذا العمود الثاني أين نلتقوا؟ أحسنتم ممتاز عند العنصر 1 هذا A 22 2 اللي هو الصف الثاني والعمود الثاني رح نقول يساوي 1 ما قيمة العنصر A 22 1 طيب A من ينطقها منكم؟ أحسنتم 3 1 3 ماذا صف؟ هذا الصف الثالث نبحث الآن عن هذا العنصر هذا الصف الثالث مع العمود الأول أين التقاطع؟ أحسنتم عند الثمانية إذن رح نقول يساوي ثمانية ممتاز أوجد الناتج في كل مما يأتي إذا كان ذلك ممكنا الآن لما نقرأ إذا كان ذلك ممكنا هذا يعني أنه قد يكون ليس ممكنا طيب العملية اللي عندنا ماذا؟ أحسنتم جمع متى أستطيع جمع مصفوفتين؟ طبعا قبل الجمع فيه ضرب لكن ضرب ماذا؟ عدد في مصفوفة عدد في مصفوفة وقلنا ضرب العدد في المصفوفة ليس له شرط لأن العدد رح نضربه في كل عنصر من عناصر المصفوفة في نفس المكان لن نجمع عليه ولا نضرب ولا شيء فقط نضرب العدد في العناصر ونجد ناتجها والضرب عملية متحققة في الأعداد الحقيقية طيب لكن جمع المصفوفتين بعد ذلك هل أي مصفوفتين أستطيع أني أجمعهم؟ هل أستطيع أن أجمع أي مصفوفتين أمامي؟ يعني عندي مثلا المصفوفة المصفوفة هذه زائد هذه المصفوفة مثلا طبعا هذه صفين وعمودين وهذه صفين وعمود واحد ما لنفرض مثلا المصفوفة قلنا نحن لتنظيم وترتيب البيانات يعني مثلا لو كانت هذه المصفوفة مثلا اللي هو حطينا فيها أو نظمنا فيها بيع أحد المتاجر مثلا في الأسبوع الأول وفي الأسبوع الثاني لنوعين واضح؟ اللي هو مثلا باع المتجر النوع الأول مثلا قميص والنوع الثاني مثلا خمار طيب الآن لما أسأل وقول ما مجموع ما باعه المتجر في الأسبوعين لكل من النوعين قميص وخمار لما أجي أجمع رح أجمع طبعا الواحد مع الاثنين والصفر مع الثلاثة رح يعطيني مجموع القميص في الأسبوع الأول للمتجرين هذه متجرين لو قلنا ومجموع القميص للأسبوع الثاني في المتجرين طيب الخمار هل في المتجر الثاني فيه خمار؟ طيب هل رح يكون الجمع هنا ممكنا؟ لا طبعا ليه؟ لأن المصفوفتين ليستان من نفس الرتبة يعني فيه عناصر جيت بجمعهم مع نظائرهم ما وجدت لهم نظائر إذن لا تجمع هاتان المصفوفتان طيب الآن نرجع مرة ثانية للمصفوفاتنا هنا هل هي من نفس الرتبة؟ عندي ثلاث صفوف وعمود واحد هنا ثلاث صفوف وعمود واحد ممتاز إذن هنا الجمع ممكنا كيف رح أجمعها؟ كيف رح أجمع؟ طبعا أول شيء ننتبه ماذا؟ أحسنتم ممتاز أنه عندي هنا المصفوفة الأولى مضروبة في سالب ثلاثة رح أضرب جميع العناصر في سالب ثلاثة سالب ثلاثة في أربعة A اللي هي سالب اثم عشر A سالب ثلاثة في صفر صفر سالب ثلاثة في سالب ثلاثة موجب تسعة زائد المصفوفة الثانية أيضا مضروبة في عدد اللي هو أربعة أربعة في سالب اثنين سالب ثمانية 4 في 3 12 4 في سالب 1 اللي هو سالب 4 الآن المصوفتين 3 في 1 وهذه 3 في 1 إذن نستطيع الجمع نجمعهم رح نجمع العناصر المتناظرة العنصر الصف الأول العنصر في الصف الأول العمود الأول في المصوفة الثانية وهكذا سالب 12A ناقص ثمانية طبعاً رح تكون سالب 12A ناقص ثمانية طبعاً عندي سالب 12A ما تنجمع معه سالب ثمانية صفر زائد 12 وتسعة زائد سالب 4 رح تكون خمسة هذا هو الناتج ولاحظوا أن الناتج رح يعطيني نفس رتبة المصفوفتين هنا ضرب هل ذلك ممكناً أيضاً ضرب المصفوفات هل ضرب المصفوفات ممكن في جميع الحالات؟ أحسنتم ممتاز أيضاً قلنا لا ليل أنحنا نمسك كل صف نضربه في العمود أحياناً ممكن يكون عندي صف أجي أضربه في عمود عنصر ألقال عنصر أضربه فيه وعنصر ما ألقال عنصر أضربه فيه هنا واضح أن المصفوفتين لا نستطيع ضربهما طيب أيضاً نفس الشيء كيف رح أعرف المصفوفتين أستطيع ضربهم ولا لا؟ أو شيء طبعاً رح أكتب رتبة المصفوفتين كم صف هنا؟ أحسنتم ثلاث صفوف ثلاثة ضرب كم عمود؟ أحسنتم ممتاز عمودين طبعاً بالنسبة للمصفوف الثانية صفين وكم عمود؟ عموداً واحداً هل الضرب هنا جائز؟ هل الضرب هنا ممكناً؟ أحسنتم ممتاز عدد أعمدة الأولى يساوي عدد صفوف الثانية طيب من يتوقع منكم ناتج الضرب؟ من أي رتبة المصفوفة ناتجة من الضرب رح تكون من أي رتبة؟ أحسنتم ثلاثة في واحد رتبة ناتج الضرب رح تكون ثلاثة في واحد الآن نستطيع الضرب كيف رح نضرب؟ أحسنتم ممتاز طبعاً عندنا ثلاث صفوف الناتج ثلاث صفوف وعموداً واحداً ممكن إنه ثلاث صفوف وعموداً واحداً كيف رح نضرب؟ أحسنتم رح نمسك الصف الأولى نضربه في العمود الوحيد طبعاً هنا عندنا كيف رح تكون عملية الضرب؟ كيف رح تكون هنا عملية الضرب؟ هذا الصف الأول في العمود أحسنتم أمسك العنصر الأول مع الأول هنا والثاني مع الثاني والنواتج تجمع يعني ثنين في ثلاثة ستة زائد صفر في سالب اثنين صفر لحظتوا كيف هنا التوزيع؟ ثنين مع ثلاثة وصفر مع سالب اثنين ما أضرب العنصر مثلاً الاثنين في جميع العنصرين ثلاثة وسالب اثنين وأرجع مرة ثانية أضرب الصفر في جميع العنصرين؟ لا خطأ ثم بعد ذلك أنزل على الصف الثاني طبعاً لو عندي أعمدة أيضاً رح أمشي الصف الأول على جميع الأعمدة لكن الآن ما عندي إلا عمود واحد رح أنزل على الصف الثاني أضربه في العمود سالب ثلاثة في ثلاثة ثم رح يعطينا سالب تسعة ثم خمسة في سالب اثنين رح يعطينا سالب عشرة ممتاز ثم أحسنتم الصف الثالث في العمود واحد في ثلاثة ثلاثة وأربعة في سالب اثنين سالب ثمانية نجري الجمع داخل المصفوفة ستة زائد صفر ستة سالب تسعة ناقص عشرة سالب تسعة عشر ثلاثة ناقص ثمانية سالب خمسة وهذا هو ناتج الضرب وبالفعل طلع لنا ثلاثة في واحد أيضاً أوجد ناتج الطرح هنا الطرح والجمع لهم نفس أحسنتم ممتاز نفس الشرط أن يكون هنا طبعاً شو رتبتها؟ ثنين في اثنين وهنا رتبتها صفين في ثلاثة عمدة لو نجي نطرح الآن بطرح سالب خمسة بطرح منها أربعة وسبعة بطرح منها صفر طيب وسالب اثنين هنا هل في شي بطرح منها سالب اثنين؟ لا يوجد إذن نحس إنه في شي ناقص إذن لا يمكن إجراء أو إيجاد الناتج أو لا يمكن إجراء عملية الطرح لماذا؟ لأن المصفوفتين ليستا من نفس الرتبة طيب لدينا هنا في مبيعات تبيع مكتبة ثلاث مجموعات من كتب الأطفال ويبين الجدول الآتي تكلفة كل مجموعة وسعر بيعها فإذا باعت المكتبة عشرين مجموعة من الكتب التربوية وثنين وثلاثين مجموعة من الكتب العلمية وأربعة عشر مجموعة من القصص لدينا هنا التربوية والعلمية والقصص التكلفة تكلفة شراء أو توفير الكتب هذه التربوية مئة وتكلفة توفير الكتب العلمية تسعين والقصص أو القصص مئة وثلاثون سعر البيع مئة وعشرون طبعاً لماذا؟ هذه سعر البيع له مئة وعشرون وبالنسبة للتربوية والعلمية مئة وعشرة والقصص اللي هي مئة وخمسون هذا سعر البيع طيب كم مجموعة كم مجموعة تربوية عشرين مجموعة طبعاً هذا السعر والتكلفة للمجموعة الواحدة كم عندي من مجموعة للتربوية عشرون وكم للعلمية 32 وللقصص 14 نظم البيانات في مصفوفات ثم استعمل ضرب المصفوفات لإيجاد تكلفة الكتب الكلية نحن نريد الآن التكلفة طبعا الآن لما نجي نحسبها من غير المصفوفات طبعا ذلك ممكن لكننا قلنا أن نستخدم المصفوفات للترتيب والتنظيم ترتيب البيانات والتنظيمها طبعا ماذا سنعمل؟ نريد إيجاد تكلفة الكتب الكلية سنضرب تكلفة الكتب التربوية في 20 وتكلفة الكتب العلمية في 32 وتكلفة الكتب اللي هي القصص في 14 ثم نجمع النواتج هذه الطريقة ما كنا نوجدها في الضرب نشوف الآن طبعا هنا عندي عدد المجموعات 20 و32 و14 طبعا هنا نعلم الآن أنا الآن أعرف أن أول وحدة تربوية والثانية علمية والثالثة قصص وعندي المصفوفة الثانية اللي بضرب فيها اللي هي التكلفة 100 للتربوية و90 للعلمية و130 للقصص لو رجعنا لضرب المصفوفات كنا نمسك الصف طبعا هنا عندي الصف اللي هو واحد في ثلاثة أعمدة هنا عندي ثلاثة صفوف في عمود نستطيع الضرب طبعا هنا كنا نمسك الصف ونضربه في كل عمود طبعا عندنا حنا صف واحد أصلا وعمود واحد لاحظوا هنا لما أضرب العشرين رح تنضرب في مين في المئة مثل ما قلنا قبل قليل العشرين عدد الكتب التربوية بتنظروا في تكلفة الكتب التربوية ثم 32 نضربها في العنصر الثاني في العنصر الثاني العنصر الثاني من الصف أضربها في العنصر الثاني من العمود ماذا يمثل هنا 32 وما ضربها في 90 اللي هي عدد الكتب العلمية في تكلفة الكتاب الواحد أو تكلفة المجموعة الواحدة أيضا 14 رح نضربها العنصر الثالث في الصف مع العنصر الثالث في العمود اللي هو عدد المجموعات القصص في تكلفة القصة الواحدة الآن لما نجي نضرب طبعاً رح يكون عندي طبعاً اللي هو صف واحد وعمود واحد رح أضرب عشرين في مئة اللي هي رح تكون ألفين ثم زائد تنين وثلاثين في تسعين اللي هي رح تكون عندي الفين وثمانمية وثمانين زائد أربعة عشر فيه مئة وثلاثين طبعاً صفر ينزل وأربعة عشر في ثلاثة عشر ثلاثة في أربعة اثنى عشر ثلاثة في واحد ثلاثة وواحد أربعة زائد صفر واحد في أربعة أربعة واحد في واحد واحد لما نجمع تطلع مئة وثنين وثمانين مع صفر يعني ألف وثمانمية وعشرون لما نجمع التكلفة للتربوية والعلمية والقصص رح نجمع صفر وصفر وصفر رح يكون عندي صفر وثنين وثمانية عشرة وصفر عشرة صفر وواحد باليد ثمانية واحد تسعة وثمانية سبعة عشر وصفر يعني سبعة عشر سبعة واحد باليد واحد واحد اثنين وثنين أربعة وثنين ستة يعني ستة آلاف وسبعمائة وهي تكلفة التكلفة الكلية لجميع الكتب بجميع المجموعات أوجدناها باستعمال ضرب المصفوفات بترتيب وتنظيم بدون ما نكتب الكتب التربوية تكلفتها في مجموعات التربوية تكلفتها في عددها المجموعات العلمية تكلفتها في عددها القصص تكلفتها في عددها ثم نوجد الضرب ثم نوجد النواتج ونجمع هنا جدناها بضة بضرب المصفوفات بكل ترتيب أيضاً استعمل ضرب المصفوفات لإيجاد المبلغ الكل الذي تحصلت عليه المكتبة من بيع ذلك العدد من مجموعات الكتب يعني الآن رح نضرب اللي هي عدد المجموعات في سعر البيع رح نضرب عدد المجموعات في سعر البيع نفس الشي عدد المجموعات تربوية 20 العلمية 32 والقصص 14 اختلف طبعاً هنا عندي سعر البيع عن التكلفة سعر البيع للتربوية المجموعة الوحدة 120 والقصص المجموعة الوحدة 150 نفس الشي رح نستعمل ضرب المصفوفات رح يعطيني طبعاً صف واحد وعمود واحد عنصر واحد ليه؟ لأنها صف رح أضرب الأول في الأول زائد الثاني في الثاني زائد الثالث في الثالث عشرين في مئة وعشرين طبعاً رح ينزل صفرين واثنين في اثنى عشر أربعة وعشرون يعني 2400 زائد ثنين وثلاثين في مئة وعشرة صفر طبعاً رح ينزل بنزل صفر ثم ثنين وثلاثين أضربها في احدى عشر واحد في واحد 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 في اثنين عفواً اثنين واحد في ثلاثة ثلاثة زائد صفر واحد في اثنين اثنين واحد في ثلاثة ثلاثة نجمع ثلاثة واثنين خمسة وثلاثة اللي هي ثلاثة 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 وثنين وخمسين مع الصفر رح تطلع ثلاثة وخمسمية وعشرين هذه اللي هي الكتب العلمية سعر بيعها من مجموعات العلمية مجموعات القصص أربعة عشر في مئة وخمسون طبعاً صفر رح ينزل رح يكون عندي أربعة عشر ضرب خمسة عشر خمسة في أربعة عشرين صفر وفي اليد اثنين خمسة في واحد خمسة واثنين سبعة زائد صفر واحد في أربعة أربعة واحد في واحد واحد نجمع عندي هنا صفر سبعة وأربعة احدى عشر واحد واحد اثنين يعني القصص سعر بيعها الفين ومئة نجمعهم نجمع المقادير الثلاثة هذه صفر وصفر وصفر رح يعطيني صفر صفر واثنين وصفر رح يعطيني اثنين واحد وخمسة ستة وأربعة عشرة صفر وواحد باليد ثنين واحد ثلاثة وثلاثة ستة واثنين ثمانية إذن تكلفة أو سعر البيع ثمان آلاف وعشرون ريالاً استعمل العمليات على المصفوصات لمعرفة ربح المكتبة طبعاً هنا أنا عندي مصفوفة الأولى اللي هي ماذا سعر البيع رح أطرح منه التكلفة الكلية سعر البيع الكلي ناقص التكلفة الكلية رح يعطينا كم؟ استعملنا اللي هي طرح المصفوفات رح يعطينا طبعاً رح نطرح الآن اللي هو ثمان آلاف وعشرون رح أطرح منها ست آلاف وسبع ومئة طبعاً صفر ناقص صفر صفر وثنين ناقص صفر ثنين وصفر ناقص سبعة رح نستلف بتصير هنا عشرة ناقص سبعة ثلاثة وسبعة ناقص ستة واحد يعني ألف وثلاثمائة وعشرون اللي هو ربح المكتبة ربح المكتبة لأن هذا سعر البيع طبعاً سعر البيع داخل من ضمنه ماذا؟ التكلفة شلنا التكلفة من سعر البيع طلع لنا ألف وثلاثمائة وعشرين اللي هو ربح المكتبة استعمل المخددات لإيجاد مساحة مثلث X Y Z الذي رؤوسه X واحد واثنين و Y ثلاثة وستة وزد سالب واحد واربعة طبعاً كيف استعملنا المحددات؟ أحسنتم ممتاز مساحة المثلث رح تساوي نصف المحددة اللي من الدرجة الثالثة لماذا؟ طبعاً نكتب الرؤوس النقاط واحد واثنين ثلاثة وستة سالب واحد واربعة ونكمل المحددة اللي هي بواحد واحد واحد وأريد منكم حساب اللي هو طبعاً قيمة المحددة إما باستعمال المحددة المصفوفة اثنين في اثنين أو اللي هو باستعمال قاعدة الأقطار نشوف الآن رح يكون عندي هنا نص ونفتح قوس طبعاً رح ناخذ الواحد نضربه في قيمة المحدد ماذا؟ ستة واحد أربعة واحد وهي ستة في واحد ستة ناقص أربعة اثنين قيمة المحدد هنا اثنين وسكرنا إذن واحد رح ينضرب في اثنين ناقص نحط العنصر هذا الثاني اللي هو اثنين ثم نحذف الصف الخاص به مع العمود الخاص به ونوجد ناتج المحددة اللي هي ثلاثة واحد سالب واحد واحد ثلاثة في واحد ثلاثة ناقص وفي ناقص يعني زائد واحد أربعة إذن الناتج هنا رح يكون أربعة زائد رح أحط العنصر الثالث اللي هو واحد وأوجد أحذف هنا وأوجد المصوفة ثلاثة في أربعة اثنين ناقص في ناقص يعني زائد اثنين زائد ستة ثمانية عشر ونسكر رح يساوي نصف واحد في اثنين اثنين ناقص اثنين في أربعة ثمانية زائد واحد في ثمانية عشر ثمانية عشر اللي هي تساوي نصف في اثنين ناقص ثمانية طبعا هنا سالب ثمانية زائد ثمانية عشر رح يعطيني موجة بستة زائد اثنين عفوا موجة بعشرة زائد اثنين اثنى عشر نصف في اثنى عشر رح يساوي ستة اللي هي ست وحدات مربعة طبعا إذا طلعنا الناتج سالب نأخذ القيمة المطلقة أوجد النظير الضربي لكل مصفوفة فيما يأتي إن وجد متى يوجد النظير الضربي ومتى لا يوجد أحسنتم إذا كان قيمة محددة للمصفوفة تساوي صفر ليس لها نظيرا ضربيا لأننا راح نقسم عليه أو نضرب في مقلوبة أما إذا كان لا يساوي صفرا فإنه ماذا أحسنتم يوجد لها نظيرا ضربيا نشوف قيمة المحددة خمسة صفر وصفر واحد كم قيمتها خمسة في واحد خمسة ناقص صفر خمسة إذن يوجد نظيرا ضربيا ما راح يصير النظير الضربي؟ الخمسة هذه أقلبها وأضربها في مصفوفة ليست نفس المصفوفة بالضبط إنما عناصر القطر الرئيس تتبدل أماكنها وعناصر القطر الآخر تتغير إشاراتها طبعا هي كلها أصفار ما لها إشارات إذن تنزل زي ما هي ثم نضرب إذن لو سمينا المصفوفة A يعني A-1 ماذا ستتساوي؟ نضرب الآن خمس في واحد خمس اللي هو واحد على خمسة خمس في صفر صفر خمس في صفر صفر وخمس في خمسة واحد هذه النظير الضربي للمصفوفة المذكورة في السؤال استعمل معادلة مصفوفية لحل نظام المعادلتين الآتي أحسنتم ممتاز كيف راح نكتب المعادلة المصفوفية ممتاز؟ هحط اللي هي مصفوفة المعاملات اثنين وسالب واحد وواحد واثنين مضروبة في مصفوفة المتغيرات اللي هي عندي المتغيرات هنا X و Y مثل ما هو واضح تساوي مصفوفة الثوابت اللي هي سالب تسعة وثمانية ثم بعد ذلك طبعا قلنا نذهب قليلا ماذا نأتي بماذا؟ اللي هو النظير الضربي للمصفوفة A كيف راح نوجده؟ طبعا في الأسفل هنا بنوجد قيمة محدد المصفوفة A ورح نضرب فيه مصفوفة ليست نفس المصفوفة A إنما عناصر القطر الرئيس تتبدل أماكنها هي نفسها أصلا عناصر القطر الثاني تتغير إشاراتها هنا سالب صار موجب وهنا موجب صار سالب طيب راح نضربه في ماذا؟ في مقلوب قيمة المحدد يعني قيمة المحدد يكون في المقام طيب نوجد قيمة المحدد ونوضعها في المقام محدد المصفوفة مصفوفة الأساسية طبعا ليست المصفوفة بعد تبديل العناصر نذهب إلى المصفوفة الأساسية نوجد المحدد اثنين في اثنين أربعة ناقص وفي عندي هنا سالب يصير زائد واحد يعني خمسة إذن واحد على خمسة نضربها داخل المصفوفة واحد في خمسة في اثنين اثنين على خمسة واحد في خمسة في واحد واحد على خمسة واحد في خمسة في سالب واحد سالب خمس واحد في خمسة في اثنين اللي هي موجة بثنين على خمسة هذه النظير الضربي للمصفوفة ماذا نعمل بالنظير الضربي للمصفوفة؟ أحسنتم ممتاز نعود مرة أخرى للمعادلة المصفوفية نضرب طبعا هنا في A-1 من جهة اليسار في الطرف الثاني أيضا نضرب في A-1 من جهة اليسار طيب إذا ضربنا في الجهة اليمنى في A-1 عفوا في الجهة اليسرى في A-1 راح تعطيني هنا مصفوفة الوحدة يعني بيبقى لي فقط مصفوفة المتغيرات اللي هي X-1 ماذا تساوي؟ في الطرف اليسار اليمين عفوا مصفوفة اللي هي النظير الضربي للمصفوفة المعاملات 2 على 5 و 5 وسالب 5 وأيضا 2 على 5 مضروبة فيه سالب 9 و 8 نضرب ناخذ الصف الأول نضربه في العمود الأول صف 2 في 5 في سالب 9 راح يعطيني سالب 18 على 5 و زائد 1 على 5 في 8 اللي هي 8 على 5 هذا الصف الأول ضربته في العمود الأول الآن الصف الثاني أضربه في العمود الأول سالب 5 في سالب 9 موجب 9 على 5 زائد 2 على 5 في 8 اللي هي 16 على 5 نجمة سالب 18 طبعا هنا المقامات متوحدة راح يعطيني مقام نحط مقام واحد اللي هو 5 سالب 18 زائد 8 راح يعطيني سالب 10 سالب 10 على 5 يعني 2 سالب 2 هنا 9 زائد 16 اللي هو 25 على 5 يعني 5 إذن قيمة X تساوي سالب 2 و Y تساوي 5 إذن حل النظام سالب 2 و 5 وهي نقطة تقاطع المستقيمين الواجب عزيزي الطلاب عزيزي الطالبات 8 و 12 و 16 وبذلك نكون انتهينا من حل اختبار الفصل الثاني شكرا جزيلا عزيزي الطلاب والطالبات